السلام عليكم الاخوات كديري اللي بس عليكم وش خباركم وش كي تعودوك نتمنى تكونوا باحسن احوال يا ربي واللي عندو الباك الله ينجحو والله يعاونو اليوم جيتكم فيديو جديد فيديو تعليمي وهو كيفية ازالة الشعر الزائد من الوجه بخطوات جد بسيطة وبطريقة مضمونة 100% هالطريقة كيتسعملوها حاليا صالونات بكثرة ولات الطريقة مضمونة 100% حسن من الله السيغ والحلوة اللي كيخليولينا اثر جانبية مثلا كتصبغات على شكل اهناية الدوفي وتصبغات نقاط السوداء وكذلك حروق وارتخاء في البشرة من بعد كتصبغات البشرة عندك كتصبغات مرخية اليوم جيت لكم طريقة جد بسيطة كانت منها الطريقة تكون تعجبكم وهالطريقة راح مضمونة البنات 100% ولكن 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 ثم ولكن البنات البشرة الوجه اللي مثلا شي بنت عندها وجهة في الحبوب او الدوفي ديالها في الحبوب فاستحسن ما تجربش هالطريقة لانها غدي تجرح هذي الخيط غدي يجرح لك غدي يجرح لك الحبوب وهكي غد نتاشر لك العدوى الباقي الوجه الطريقة وهي كالتالي وهي الخيط اللي يمضمون وعدنا يعني في دار كل في المنازل في صفة عامك داروري يكون عندك خيط داروري يكون عندك جرارة وبراء الخيط سيكون خصيصا ديالوجيا مشي اي خيط تستعملية مثلا ديال ملابية تستعملية الوجهك لا تكون نقي ديرها في واحد الميكا او في واحد القريعة واللي تكون نقي باش ميكون الجامع لك الوسخ والبكتيريا فالطريقة البنات جد بسيطة وغدي نورديكم تبعوا معي خطوب خطوة وان شاء الله ان شاء الله غدي تعلموا هالطريقة وقصمان بالله راك نشو بزف زف 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 لك يمشيوا الصالونات باش يحيدوا الشعر الزائد من الوجه او من الدوفي فهي السحسن اختي تعلمي هالطريقة وجربها في دارك على الآن تخسري هذيك المبلغ مثلا في الصالون فبالعام تخسريها تجيبي جرارة بدرهم وغتستعملها وغتعرفي تيشنو كتديري وهكا غدي تعرفي تتحكمي في البشرة ديالك وما غديش ما شيف حال الصالونات ما زل كتقعد زدري بزربي اما كتجرحكي اما كتدير لك شي حاجة اما انتي كتحولي بشوية بشوية وهكا كتحيدي الدوفي ديالك وانتي مرتاحة والشعر الزائد من الوجه ديالك وانتي مرتاحة وعارف راشكش كتديري الطريقة وهي كالتالي طولت عليكم البنات كنتمنى نكون خفيفة ضريفة على قلوبكم ولي عجبكم هاد الفيديو ما تنسوش تكتبو لي كومنتر وتبارتاجيو هاد الفيديو ولي عجبكم المحتوى ديالي تقابونا وعندي فلاشين باش يبقى وصلكم كل جديد المهمة دابة غدي نبدو في الطريقة كتشدي اختي خيط انا راخد انتوك حل ما ارشوش كي بليكم كتشدي الجرارة بها الطريقة هانتوك كيف ما كتشوفو هانتوك هانتوك الخيط كتشوك ديالك من هنا هيا هالهكا كتشوك عليها الشكل هاتحصلوه البنات علي هاد الشكل هانتوك هانتو بغير تبعوا معايا خطوة بخطوة ان شاء الله غديتتتعلموا ورسال انا اتعلمتو بطريقة بساتة اتعلمو هي البنات والحمد لله وليت كانت تحكم فيه وكن قطع الدو فيديالي وكن قطع قاع الشعر الزائد من اللحم كامل مثلا اي طريقة اي منطقة بغيت نقطع منها الشجر فكن قطع بالخيط وانا مرتاحة ما كمشي لا صالو اللوالو المهم كتشوك دي الخيط بها الطريقة كتحسبي سبعة دورات كتديري واحد جوش ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة البنات ضروري يكونوا سبعة الخطوة سبعة دورات الا درتي كتر من سبعة دورات فما كتبقيش تحكمي في الخيط وما كيقطعش لك الشعر فما كيبقاش نهائيا يحكم لك الشعر اما لا درتي قل من سبعة دورات فكيبقى يضرب غير خاوي ما كيشدلك لا صغب الى الحم كيبقى اما كيجرحك اما كيشدلك شوية وكيشدك شوية الزغة وشوية لا المهم كتشد اختي الخيط بها الطريقة انا غادي نحاول ان نطبق هذه الخطوة هالطريقة على الدوفي ديالي باش نوريكم طريقة كتشدي بحل هاكا ماانشوم دبعا انا راينا دايجة محكمة في بزا فغادي نخدم معاكم شوية باش نعلمكم شوه شوه انا غا نحاول منزرش ها هانش هادي الليد هادي الليد هادي كتدفع و هادي كتحل هانشوم هات الصبع كيد دفعوا الخيط بحلاكة كتقايد دفع الخيط هاكا هانشوم عاش كيبال لكم شوه هانشوم هادي كتدفع هادي كتدفع و هادي كتفتح ها شوه بحال دبعا انا اللي بغيت نزر بها دبعا انا خدم معاكم خطور بخطور باش تهموا هانشوم هالبني هادي 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 سيكون بنات سهل 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 سنعود معكم الطريقة المرة الثانية تسرح بنات الخيط بها الطريقة تحسبي أسخة جوج ثلاثة أربعة خمسة أسته سبعة سبعة الخطوات تحدث علي هذا الشكل إذا تدرتي كثير من سبعة الخطوات فهي رهي يجرعك هو يشدك غير الحم وهكذا يجرعك إذا تدرتي قل من سبعة الخطوات فهي لا تتحكمش لك في الشعر فهي يفضل تدري سبعة الخطوات وكتستعمله بهذا الطريق انا اللي جيت نزرب هانا سوا الحقاش انا دي جما كنت حكم فيه فكنت منه تكون خطوات جاتكم مسيطة وكنت منه يا رب نكون خفيفة ضرف على قلوبكم ومتنسوش متنسونيش بلايك لايك 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 وغادي نبارتاجي معكم اي حيش عرفتا الى اللقاء